كيروش أعطى درس لأليلوزيتش من ناحية التنظيم والنظام وكيفية تسيير المباراة من الأول دقيقة إلى حتى الوقت الإضافي الفريق المصري تاريخيا هو عنده تجربة كبيرة في كيف يسير الدورات لأنه باش تفوز بسبع ألقاب ماهيش يعني بصدفة يعني 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 كيف يسير الدورة رغم أنه تعثر في الصيفة الماضية في 2019 يعني ولو كان في مصر يعني ما كانش عندهم الحظ باش يلحقوا على الأقل للنهائي إلا أنه داركو ليمرهم في النصف النهائي وعندهم حظ كبير باش يكونوا في النهائي بالنسبة للفريق المصري يعني كيفاش كان التصرف التعوه هو كانت عنده قراءة أولا من طرف المدرب وخاصة اللعابين اللي مشكورين مشكورين كتير لأنه كان عندهم تصرف احترافي كبير في وسط الميدان خاصة النيني نظن باللي كانت أحسن مباراة تعوفي مع الفريق القومي المصري وين دار مقابلة أبهر الجميع صالح هو صالح بدون يعني ما زيدون قدموه وما كانش من السهل يعني في خمسة أو ست دقائق يعني تتلقى هدف بعد مورها يعني عشرين دقيقة كانت في ارتباه نوعا ما ولكن عودة الفريق المصري كانت من ناحية دهنية كان يعني يرد فعل قوي وفي النظام والتنظيم التعوه يعني كان حاضر في كل الصراعات في كل يعني تغيير تصرف الدفاعي الهجومي والعكس صحيح كل هذا الأمور يعني الفريق المصري بين احترافيا تعوفي فوق الميدان واستغلال كل فرصة اللي كانت يعني كانت عنده أمامه يعني ما هوش فريق سهل كانت عنده نجوم كبيرة ولسوء الحظ لفريق المغربي يعني كانت ربما ربما سوء قراءة الآليلوزيش لللقاء